عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماعا لمتابعة الإجراءات الخاصة بإدارة وتشغيل مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة وفي مستهل الاجتماع أشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يأتي بهدف استعراض نتائج عمل اللجنة المشكلة لتقييم العروض المقدمة لإدارة وتشغيل مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية وذلك تمهيدا للعرض على الرئيس السيسي وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى أن مستهدفات الدولة من إدارة وتشغيل المدينة الأولمبية تتضمن حسن الإدارة التشغيلية للمدينة وفقا للمعايير الدولية من خلال الاستعانة بشركات وطنية أو خبراء محليين مع الكيانات الدولية واستثمار المنشآت بالشكل الأمثل رياضيا وثقافيا وترفيهيا واقتصادية ترجمة نانسي قنقر